اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة من علاقات وطيدة اسهمت في تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وبالأخص في المجالين المالي والاقتصادي مشيرا معالي الى اهمية مواصلة العمل على تعزيز تلك العلاقات والدفع بها نحو مستويات اشمل على مختلف الاصعدة جاء ذلك لدى لقاء معاليه اليوم الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان الشقيقة وذلك في اطار الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها مملكة البحرين واستعرض معاليه علاقات التعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة وبالأخص في المجالين المالي والاقتصادي وسبل تطويرها بما يلبي تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة مؤكد المعالي حرصة واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على بدل كافة الجهود من أجل استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين على أكمل وجه وأفضله وتحقيق أهدافها المرجوة من جانبه أعرب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان الشقيقة عن شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يليه من حرص على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين مثمنا جهود مملكة البحرين في استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية بما يسهم في دفع مسيرة العمل العربي المشترك نحو مزيد من التكامل ويعود بالخير والنمائي على الجميع نصر الله سبحانه وتعالى أن تتم إنجازات كبيرة تحت قيادة جلالة الملك في فترة قيادته للعرم العربي التقيت قبل قليل بمعالي وزير المالية وتحدثنا في قضايا مختلفة وأنا سعيد جدا بتفهم معالي الوزير القضايا التي طرحت للنقاش في هذا الاجتماع وأنا متفائل جدا بأن المجلس الاقتصادي الاجتماعي غدا سيكون اجتماع ناجح وبالتالي اجتماع القمة أيضا سيكون اجتماع متميز وناجح بإذن الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر